بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى في مراحل تكون البويضات الجاميتات الأنثوية والجاميتات تعرف باللغة العربية الفصحى بالأمشاج إن المبيض في أنثى الإنسان يحتوي على مجموعة من الجريبات هذه الجريبات مختلفة في مستويات النمو وتكون قد تكونت في المرحلة الجنينية الأولى للأنثى وتبدأ هذه الجريبات بالنمو وتستمر إلى ما بعد البلوغ وتمر بمراحل عدة لتكوين البويضات نبدأ معا في مراحل تكوين البويضات الشكل ثمانية يدل على مراحل تكوين الجاميتات الأنثوية وهو ينقسم إلى قسمين مرحلة تتم أثناء الفترة الجنينية ومرحلة تتم بعد سن البلوغ نبدأ في حل الأسئلة على هذا الشكل تتبع مراحل تكوين البويضات ننظر إلى الشكل أولاً خلايا جذعية تتمايز بانقسام متساوي لتعطي خلية بيضية أم والخلية البيضية الأم تحتوي على اثنين نون بمعنى 46 كروموسوما في أنثى الإنسان أي العدد الضعفي ثم أنها تدخل بانقسام متساوي لتعطي خلية بيضية أولية اثنين نون أيضاً العدد الضعفي هذا يتم في المرحلة الجنينية لأنثى الإنسان حينما تكون صغيرة من قبل البلوغ ويكون عدد الكروموسوما فيها اثنين نون أما الآن في المرحلة ما بعد سن البلوغ تكون أن بمعنى العدد النصفي من الكروموسوما إذن أنثى الإنسان الصغيرة تصل إلى حد خلية بيضية أولية وهذا الحد ننظر إلى هذا الخط فاصل ما بين المرحلة الجنينية وما بين ما بعد سن البلوغ نبدأ الآن في تتبع المراحل أولاً خلية بيضية أم نون انقسام متساوي خلية بيضية أولية اثنين نون يبدأ هذا في يكون هذا في أثناء الفترة الجنينية ثم تدخل في مرحلة أولى من الانقسام المنصف لتعطي خلية بيضية ثانوية مقتنزة فيها سايتوب لازم لأنها ستكون الحاضنة للجنين وجسم قطبي أول يحتوي واحد نون إذن خلية بيضية ثانوية واحد نون وجسم قطبي أول واحد نون ثم أن هذا الجسم القطبي ينقسم إلى جسمين قطبيين هان واحد وهان واحد تمام إذن في المرحلة الأولى ماذا تعطي؟ تعطي خلية بيضية ثانوية وجسم قطبي أول واحد نون واحد نون عند اختراق هذه البويضة بحيوان منوي تصبح بويضة تعرف باسم ملقحة تمام إذن لا تدخل الخلية البيضية الثانوية إلى المرحلة الثانية من الانقسام المنصف إلا إذا أخصبت بحيوان منوي إذن هناك شرط الإخصاب لدخولها في المرحلة الثانية ولكن في تكوين الجامتات الذكرية لا يشترط الإخصاب لدخول الحيوانات منوية في المرحلة الثانية الجامتات الذكرية في المرحلة الثانية أما هنا لا بد من اختراقها بحيوان منوي من أجل أن تدخل المرحلة الثانية من الانقسام المنصف لتعطي بويضة ناضجة هنا بالبويضة الملقحة بويضة ناضجة وجسم قطبي ثاني إذن كم جسم قطبي؟ ثلاث أجسام قطبية لأن هذا الجسم القطبي الأول ينقسم أيضا إلى جسمين قطبيين إذن ثلاث أجسام قطبية وبويضة ناضجة ثم أنها تصبح فيما يعرف باسم بويضة مخصبة وهذا يعرف باسم الزايغوت إذن تسمى البويضة المخصبة باسم آخر الزايغوت أو الزايغوت بالنمو والمضج والتمايز طبعا هذا كله بتم في ما بعد سن البلوغ لتعطي نون أما هنا البويضة المخصبة لأنه فيها حيوان منوي في أن والبويضة فيها أن إذن صار عندي اتنين نون اتنين نون ما معنى العدد الضعفي من الصبغيات الكروموسومات تسمى أيضا باللغة العربية الفصحة الصبغيات اتنين نون أي ستة وأربعون كروموسوما في البويضة المخصبة لأنثى الإنسان ننظر إلى السؤال الثاني ماذا تدعى العملية التي تمر بها الخلية الأصلية خلال المرحلة الجنينية للأنثى وماذا تدعى الخلايا الناتجة العملية هي عملية انقسام منصف في المرحلة الجنينية في المرحلة الجنينية تكون انقسام متساوي يكون انقسام متساوي ثم أنها تعطي تكملة السؤال خلية بيضية أولية خلية بيضية أولية ماذا تحتوي؟ على عدد ضعفي اثنين نون هو ستة وأربعون كروموسومات إذن إجابة السؤال أولا العملية انقسام متساوي انقسام متساوي في نهاية المرحلة الجنينية أو بداية المرحلة الجنينية تعطي في نهايتها خلية بيضية أولية تحتوي على اثنين نون إذن أنثى الإنسان لا تستطيع أن تعطي جاميتات أنثى الإنسان الصغيرة لا تستطيع أن تعطي جاميتات تحتوي على أم إلا بعد سن البلوغ الآن آخر سؤال أو السؤال الثالث متى تبدأ الخلية البيضية الثانوية بالمرحلة الثانية من الانقسام المنصف متى تبدأ الخلية البيضية الثانوية في المرحلة الثانية من الانقسام المنصف بعد الإخصاب أو عند اختراقها بحيوان منوي لا تدخل مرحلة ثانية إلا بعد الإخصاب هذا شرط ولا يشترد ذلك في تكوين الجامدات الذكرية كم عدد الكروموسومات الموجودة في كل من الخلية البيضية الأولية؟ الخلية البيضية الأولية أسمع إذن 2 نون 46 كروموسوم الخلية البيضية الثانوية الخلية البيضية الثانوية نعم 1 نون بمعنى 23 كروموسومة أما البويضة المخصبة أما البويضة المخصبة فتحتوي على نعم 46 كروموسومة 2 نون بمعنى العدد الضافي من الكروموسومات لأنه تم اختراق بحيوان منوي يحتوي 1 نون 23 كروموسومة طبعا طريقة تحضير حبوب اللقاح محذوفة أهمية الانقسام المنصف ما أهمية الانقسام المنصف؟ سبحانك اللهم وبحمدك تتجلى هذه الأهمية في المحافظة على النوع الواحد من الكائنات الحية وذلك بالحفاظ على ثبات العدد الكروموسومي لأفراد النوع الواحد كيف يتم ذلك إذا نظرنا إلى العلاقة التكاملية بين الانقسام المنصف والإخصاب؟ ننظر سبحان الله الإنسان بعد البلوغ طبعا بعد البلوغ يستطيع أن يعمل أو ينتج جاميتات من خلال جاميتات من خلال الانقسام المنصف إذا بعد البلوغ يحدث انقسام منصف في الخصى لدى الذكر وفي المبايد لدى الأنثى تعطي جاميت ذكر 1 نون 23 كروموسومان وجاميت أنثى 1 نون 23 كروموسومان عند التقاط 23 كروموسومان مع جاميت أنثى الإنسان معنى الإخصاب اتحاد جاميت ذكر بجاميت أنثوي يعطي بويضة مخصمة 2 أن لما يعرف بالزايغوت أو الزايغوت ثم أنها تتطور لتكتمل وتنمو إلى ذكر وأنثى هنا ما نوع الانقسام عند النمو؟ ما نوع الانقسام هنا عند النمو؟ انقسام أسمع متساوي نعم متساوي أما هنا عند البلوغ انقسام منصف في الجناتس في المناسل إذن هذه أهمية الانقسام المنصف سبحانك اللهم وبحمدك شكرا لكم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته